اهلا بكم البداية مع العنوين القوات تهاجم وزارة الخارجية والهدف اصوات المنتشرين كسروان جبيل ام المعارك الانتخابية في عرين الموارنة البابا فرانسيس اعلن الغاء اللقاء مع البطريارك كيريل في القدس الثانية والربع بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع otv.com.lb وعلى حساباتنا على مواقع التواصل كسروان جبيل ام المعارك الانتخابية في عرين الموارنة حيث تنافس بشتى انواع الاسلحة المشروعة وغير المشروعة التفاصيل في تقرير جورج عبود بعد خلط الاوراق الانتخابية بديرة جبال كسروان بنتيجة التقلبات المفاجئة بخنادق نسج التحالفات وتشكيل اللوايح انتقلت المعركة لتعزيز الوضع الانتخابي من خلال جذب اصوات الناخبين بخطوة لضمان الحواصل والوصول للكسر الاعلى تكريسا للمقاعد المنازل الانتخابية بهذه الدائرة بتكتسب اهميتها من كونه تجمع على ارض احزاب وقوة واطراف كما شخصيات وعائلات من معظم الالوان السياسية وبوقت يجمع معظم خبراء الاحصاء على ان التوازنات القديمة باقية نفسها تقريبا وانه المنافسة هي على مقعد واحد او اثنان المفرع عم بتكون بسلوكيات غريبة عم يلجأ الى المرشحين تحت شعار الغاية بتبرر الوسيلة اولا بنهج عشوائي كل من يتحرك انتخبيا بديرة جبال كسروان اصبح يصنف نفسه بخانة المعارضة تانيا مرشح تشير الاستطلاعات لصعوبة وصول ليحته للحاصل الانتخاب الاول يروج نظريات استهدافه ومحاولة تطويقه وانه الاخير هو بطل مواجهة هيمنة مشروع حزب الله واران بالمنطقة علما انه بضم شخصية شعية على ليحته تالتا مرشح مرتاح ماديا لجأ للمال الانتخابي متخطيا السقوف لدفع مستحقات المدارس والمستشفيات مستغلا وجع الناس لشراء الاصوات رابعا في حين احتلت كسروان جبال ثانيا بحسب دراسة الدولية للمعلومات بظاهرة شراء الاصوات من قبل الاحزاب والمرشحين المتمولين حيث عم تتراوح سعر الصوت الواحد بين 100 و150 دولار بدعة جديدة عم بتم استخدامها تحت شعار اذا زعج كشيلو فبوقت القانون الانتخابي الحالي حرم المكينات الانتخابية من تعليم اللوايح البعض عم يشترى الاصوات بمقابل حجز بطاقات الهوية لمنع الناخب من الادلاق بصوته خامسا على صعيد صراع الاحزاب بهيد الدائرة وبالرغم من محاولات تجريد الطيار الوطني الحر من الحلفاء تبدو بحسب مطلعين على الحراك الدائر انه نواة ليحة الطيار اكتر تماسكا من ليحة القوات ففي حين ركيزة ليحة القوات هي فقط شوق الدكاش بكسروان وزياد حوات بجبال استطاعت طيار الوطن الحر بتدعيم ليحته بجبال من خلال ضم المرشح وليد خوري الى جانب النائب سيمون ابي راميا بالاضافة الى التحالف مع حزب الله بخطوة قللت من اهمية المرشحين الشيعة عند اللوايح الاخرى اما كسروانيا فالى جانب الناشطة الوزيرة ندى البستانة فقد فاجأ الطيار خصومه من خلال تقديم اسماء جديدة شابة ومثقفة مرشحة للمرة الاولى اضافة الى انه هايدي الوجوه بتنتمي لعائلات وزنة وكبيرة بكسروان بتتوزع بين كرة الساحل والوسط وايضا الجرد المعركة بكسروان جبال رح تبقى محط انظار كل مراكب للسياسة اللبنانية لما لها من اهمية للدلالة على المزاج المسيحي بشكل عام وعلى المزاج المروني بشكل خاص القوات تهاجم وزارة الخارجية تحت عنوان اقتراع اللبنانيين في استراليا ريتا نصور انجليني لا يزال هجوم القوات مستعرا في وجه وزارة الخارجية مستخدمة ملف اقتراع المغتربين للتصويب من خلاله سياسيا على التيار الوطني الحر في محاولة لتأليب المنتشرين ضده وجديد هذا الملف اليوم طلب كتلة الجمهورية القوية طرح الثقة بالوزير عبدالله ابو حبيب متهمة اياه بالقيام عمدا بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين بدل تسهيلها نعم من اسقط حق المنتشرين بتقصيصهم بستة نواب يمثلونهم بات يتباك اليوم على حقوقهم اما المضحك المبكي الاخر فان يكون النائب بيار بوعاصي احد المزايدين بالنسبة للمغتربين وهو بالامس القريب اعتبر ان لا شيء يربط هؤلاء بلبنان الا الكب والتبولة ما ترتكبه وزارة الخارجية مباشرة او بواسط البعثات الدبلوميسية هو عملية تضييق وتقييد واذلال للمغترب اللبناني اللي حابب يشارك بعملية تغيير السلطة السياسية ومن بعد ما جرب عدد كبير من القوى السياسية تطيير حق المغتربين بالمشاركة بالعملية الانتخابية بالدوائر الخمسة عشر بلشوا اليوم بممارسة اسليب قمعية اسليب بعيدة جدا عن المنطق وعن الانسانية حتى من خلال نشر المغتربين بمراكز اقتراع بعيدة جدا عن مكان اقامتهم التضييق بعملية المشاركة بالقوائم الانتخابية اللي بعد ما حدث بلغها ولكن مهلا فبين الادعاءات وتحريف الحقائق والواقع فرق شاسع وللتوضيح لابد من معرفة ان تشتيت اصوات المنطقة الواحدة والعائلة الواحدة على عدة اقلام اقتراع لا تتحمل مسؤوليته وزارة الخارجية بل هذا الخطأ يقع على عاطق من سجل المنتشرين فوزارتات داخلية والخارجية قسمت الناخبين المسجلين جغرافيا بحسب الزيب كود او الرموز البريدية المتبعة في استراليا وكما وردت من صاحب العلاقة ومن تسجل في منطقة معينة حدد قلم الاقتراع الخاص به في المنطقة نفسها حيث يقيم او الاقرب اليه اما من جاء مركز اقتراعه بعيد عن مكان اقامته فلانه بكل بساطة لم يذكر مكان اقامته الفعلي بل سجل عنوان سكنه على رمز بريدي مختلف وهذا الامر لا تتحمل مسؤوليته لا القنصلية ولا الخارجية ولا طبعا التيار الوطني الحر بل ابحث عن اخطاء بعض الاحزاب المزايدة اليوم التي سجلت المنتشرين رغم اختلاف اماكن اقاماتهم على الزيب كود نفسه هذا تقنيا اما سياسيا فسلسلة اسئلة تطرح لماذا حرفت القوات اتهامها صوب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتيار الوطني الحر متجنبة مثلا مهاجمة وزارة الداخلية مع انها مسؤولة مناصفة مع وزارة الخارجية عن توزيع الناخبين وهل تهدف القوات من خلال هذه الحملة لتغيير قواعد توزيع الناخبين في الخارج بما يلائمها هي انتخابيا ويعتبر خروجا عن القانون وتزويرا موثقا يعرض العملية الانتخابية للطعن والاطاحة بالانتخابات هذا السؤال ليس افتراضيا بل لمحيليه بشكل مباشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي غرد عبر تويتر كاتبا الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين من زيادة مراكز الاقتراع من 116 إلى 205 وأقلام الاقتراع من 232 إلى 598 بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم يجعل كل مركز اقتراع ميجا سنتر يحتوي أقلام كل دوائر لبنان إلا القوات تريد فرض شروطها على الوزارة خاصة في سدن أستراليا وبشكل مختلف عن كل العالم تريد جعل كل مركز اقتراع مخصص لدائرة انتخابية واحدة وإلا التهديد هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي القوات تطرح الثقة بالوزير ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا في جديد تطورات أزمة الطحين شدد رئيس نقابة عمال المخابس في بيروت وجبل لبنان شحد المصري في بيان على أن رغيف الخبز خط أحمر وبالخبز يحيى الإنسان والمادة الأساسية والحيوية لكافة المواطنين والقوط اليومي للعمال والفقراء ومن واجبنا الدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال وأضاف وما زادت تينابلة أزمة الطحين نتيجة تأخر فتح الاعتمادات من قبل مصري في لبنان لشراء القمح وتطمينات وزارة الاقتصاد والتجارة بوجود بواخر القمح في البحر وما ينتج عن هذا التأخير من شح بمادة الطحين في الأفران وأقفال بعضها ما يسبب إرباكا عند المواطنين وسأل أين هو المال المخصص لدعم القمح وأين المخزون والمطاحن مخزون المطاحن والمطاحن أيضا تهدد بالإقفال والأفران من شح في مادة الطحين وأقفال بعضها لعدم توفره أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة سيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية عام 2018 وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رونو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي سهيل بهوان للسيارات كما أوضح المتعون فاصلنا نعود بعده إلى النشرة من الأو تيفي نواصل نشرة الأخبار أعلنت نائب رئيس الوزراء الأوكرانية أنه تم ألغاء عمليات إجلاء المدنيين اليوم بسبب المخاطر الأمنية في ممرات الإجلاء إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها قرب أحدى محطات سكة الحديد وذلك باستخدام سلسلة من الصواريخ أعلن البابا فرانسيس أن اللقاء المخاطط له مع بطريارك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي تم تحديده في شهر حزيران في القدس قد تم إلغاؤه معربا عن أسفه لذلك وأكد البابا في حديث لصحيفة لاناسيون الأرجنتينية أن علاقته بالبطريارك كيريل جيدة جدا وأنه يأسف لحقيقة أن الفاتيكان طر إلى إلغاء الاجتماع للمرة الثانية مبينا أن فريقنا ديبلوماسي فهم أن اجتماعا كهذا في هذا الوقت قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك مع هذا الخبر نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتوتر إلى اللقاء